للارتقاء بواقع العمل والعمال وتحت شعار حكومة تطوير التي اطلقها السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء والمتابعة من قبل محافظ نينوى اعمال الاعمار تسير بشكل كبير في سوق الصاغ القديم في ايمن المدينة على امل انجازه ضمن التوقيذات المحددة شكرا لقناة العراقية لاتاحتها التحدث من كلاء الشاشاتها وكاميراتها في سوق الصياغ وهذا السوق الذي له الاثر الكبير بنفوس ابناء نينوى وعمال نينوى وهذا السوق يمتد عمره اكثر من مئة سنة وعدد المحلات الموجودة بهذا السوق 3000 محل اذا ما زاد هذا العدد فنشكر دولة رئيس الوزارة على هذه الالتفاة الكريمة ونعتبره هو راعي هذه الالتفاة الجميلة ويعمار هذا السوق ويظهره بالمظر اللائق لابناء نينوى ومدينة نينوى العريقة الذي تحمل افاق كبيرة من التاريخ والحضارة يعد سوق الصاغة احد اهم الاسواق القديمة في مدينة الموصل وقد تجاوز المئة عام بعد افتتاحه رسميا التصاميم التي وضعت لهذا السوق سوف تعكس الطابع التراثي للمدينة ومهنة الصياغة التي تعد من اقدم المهن التي امتهنها ابناء الموصل باشرة كوادر مدينية بلدية الموصل بالحملة الكبرى لعادة اعمار سوق الصياغ فقرات العمل تشلم من تغليف واجهات ازقة السوق بمادة حجر اللايمستون وكذلك تغليف الارضيات بحجر البازيل واستبدال الخبنقات القديمة بخبنقات كهربائية طبعا مع الانارة التراثية التي تحاوض على طابع تراثي للسوق سوق الصياغة من الاسواق التجارية المهمة في مركز مدينة الموصل سوق الصياغة يحمل عدد لا قليل ألف محل صائر سوق تجاري ومع ذلك هو سوق تراثي يعني مدينة الموصل تمتاز فن الاسياغة وكسوق يتوسط مركز مدينة الموصل فمن خلالكم نشكر دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني على التفاته الكريمة لإعمار هذا السوق وإحياء جانب تراثي يمثل مدينة الموصل إعادة افتتاح هذا السوق سوف يكون منعطفاً اقتصادياً لنينوة السوق الذي ساهم في إيجاد فرص عمل لعدد كبير من الشباب فضلاً عن تصدير المخشلات الذهبية إلى المحافظات العراقية الأخرى لإتقان هذه الحرف وتحويل الذهب إلى قطع فنية جميلة لبرنامج صباح الخير يا عراق إماد الأمين الموصل